بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا في هذا الفيديو جبت لكم الجزء الثاني من الحركة والقوة والمرجع إذن سبقت عرضت لعليكم الجزء الأول على نسبية الحركة ومفهوم المرجع الغليلي شوفنا واش معنى المرجع الغليلي المرجع الغليلية أنواع المعلم الغليلية ووصلنا لآخر عنصر وهو دراسة حركة كرة يلقيها سائق إذن هذه الدراسة ستنفعكم كثيرا لأنها ممكن تجيكم في تمرين في فرض في اختبار إذن ما عليكم إلا التركيز معي وقبل ذلك كله نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله إذن نبدأ دراسة حركة كرة يلقيها سائق رح نقدمها لكم على شكل تمرين نموذجي ممكن ينفع كثيرا إن يكون موضوع لفرض إذن يلا مع بعض نقرأ الموضوع مع بعض أو التمرين يقول يراقب ملاحظ واقف على الرصيف إذن هناك هنا مراقب إذن نرسم المراقب التحناء هكذا يكون مثلا في هذا المكان هذا نسميه مراقب إذن نكمل على الرصيف ثلاث نقاط A هذه هي النقطة على الباب نقطة على الباب سيارة C هي نقطة من إطار العجلة أما النقطة B فهي مركز العجلة من سيارة تتحرك بحركة مستقمة منتظمة إذن هذه المعلومة مهمة جدا جدا حركة مستقمة منتظمة سرعتها 20 كم على الساعة كما هو موضح في الشكل هذا هو الشكل إذن شرحنا A B C ثم بعد إذن نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول وش يقول سؤال الأول إلى أي معلم يمكن نسب حركة سيارة بما أن السيارة موجودة على الأرض إذن نقول يمكن نسب هذه حركة سيارة إلى المعلم السطحي الأرضي ثم بعد ذلك هل هذا المعلم عطالي يقصد المعلم السطحي الأرضي نعم هذا المعلم عطالي لأنه ساكن أثناء مدة الحركة وبما أنه ساكن فإنه يطبق مبدأ العطالة إذن نكتب ثم بعد ذلك نجيل السؤال إذن تنسب الحركة إلى المرجع السطحي الأرضي والذي نعتبره معلما عطالي لأنه ساكن أثناء مدة الحركة إذن يحقق مبدأ العطالة نجيل السؤال الثاني وش يقول السؤال الثاني إذن نقرأ مع بعض يقول حدد قيمة سرعة النقطتين A و B بالنسبة للسائق ثم للملاحظ هنا دائما كي يطلب منكم هنا عندي مرجعين السائق والملاحظ راح ندير الجدول إذن نكتب تحديد نكتب تحديد عفوا إذن نكتب تحديد قيمة السرعة عند للنقطتين A و B وندير جدول أرسم فيه الجدول ندير للسائق إذن هنا ألف ندير بالنسبة للسائق بالنسبة للسائق هنا B بالنسبة للملاحظ للملاحظ يلا نبدأ مع بعض إذن نروح نشوف بالنسبة للسائق بالنسبة للنقطتين شوفوا معي هنا النقطتين A موجودة على باب السيارة والنقطة B موجودة في مركز العجلة إذن النقطة بالنسبة للسائق هنا مثلا هذا هو السائق هذا هو السائق إذن بالنسبة للسائق إذن النقطتين A و B بالنسبة للسائق هذا هو السائق إذن راح تكون قل ساكينتين وبالتالي راح تكون السرعة مهدومة إذن نكتب V راح نرمز لها V السرعة بالنسبة للنقطة A عند النقطة A والسرعة عند النقطة B راح تكون سفر والوحدة ندوننا بالكيلوماتر على الساحة هذا بالنسبة للسائق نقول لي بالنسبة للملاحظ إذن بالنسبة للملاحظ إذن النقطتين هنا و A و B غير ساكينتين متحركتين إذن السيارة تسير بسرعة قدرها تمدها لنا هي 20 كيلومتر في الساعة إذن بالنسبة للملاحظ سواء النقطة A أو B راح تكون لهم نفس السرعة وهي سرعة السائق وبالتالي بالنسبة للملاحظ راح تكون سرعة A قيمة سرعة A عند النقطة A تساوي قيمة سرعة عند B وتساوي 20 كيلومتر على الساعة ندير نفس الوحدة اللي يبدو هلنا ثم بعد ذلك نكمل السؤال الذي يليه شوفوا معي نعود الخط التاعي إذن ندير خط ثم بعد ذلك السؤال اللي الذي يليه سؤال أربعة أثناء الحركة أثناء حركة السيارة أثناء حركة السيارة يتحرك يترك يترك السائق كرة تسقط من يده دون أن يقذفها يعني بدون سرعة ابتدائية ألف أو عفوا سينة سؤال ثالث يقول مثل شكل ما صار النقاط A, B, C كما يراها كل من السائق والملاحظ إذن نكمل على نفس الجدول شوفوا معي أكمل على نفس الجدول باش ندير دائما بالنسبة للسائق وبالنسبة للملاحظ هكذا وعيد السطر التاعي إذن راح ندير شوفوا معي هنا بالنسبة للسائق وهنا بالنسبة للملاحظ شوفوا معي إذن هنا نكتب بالنسبة للسائق نعاود نكتبها هنا با بالنسبة للملاحظ شوفوا معي هنا هناك هناك نقطة نقطة هذه نقطة A هذه نقطة B وهذه نقطة C إذن بالنسبة للسائق السائق راح خفل في داخل السيارة هاو لك سائق إذن النقطتين A و B قلنا أنهما ساكنتين إذن المصر تحوم كيف يكون راح يكون نقطة إذن ما عندهم ش مصر ليس لهم مصر إذن نكتب أولا بالنسبة للسائق نبدأ بالنقطتين A و B إذن A و B ساكنتين بالنسبة للسائق وبالتالي مصارهما كيف يكون شكل المصار هيكون نقطة إذن نكتب النقطتين A و B ساكنتين بالنسبة للسائق باش نذكركم فقط وبالتالي المصار يكون نقطة ما عندهم ش مصر ليس لهم مصر ثم بعد ذلك هذا بالنسبة للنقطة A و B الآن بالنسبة للنقطة C النقطة C كيف يكون مصارها هي على إطار العجلة رح يكون مصارها كيف يعني يشوفها السائق السائق رح يشوف مصارها دائري حدير دائرة هكذا إذن رح يكون مصارها دائرة دائرة النقطة C نكتب مصارها دائرة و نرسم المصار دائرة نكتب هكذا فقط ثم بعد ذلك شوفوا معي أكمل بالنسبة للسائق الآن بالنسبة للسائق بالنسبة للملاحظ شوفوا معي الملاحظ في هذا المكان هنا الملاحظ بتاعي نكتب في هذا المكان ملاحظ إذن الملاحظ كيف رح يشوف النقطتين A و B رح يشوف النقطتين A و B رح يشوفها بما أن النقطة المركز العجلة رح تكون ثابتة النقطة A أيضا رح تكون ثابتة بالنسبة أو ساكنة إذن النقطة A و B رح يحف النقطة A و B تقع على السيارة وبالتالي رح تكون المسار بتاحها رح يكون مسار بالنسبة للملاحظ رح تكون مسار مستقيم إذن النقطتين رح تكتب النقطتين النقطتين نحدد كل النقاط إذن نكتب النقطتين بما أنهما على السيارة والمسار تاعي مستقيم مصار مستقيم فإن النقطتين A و B رح تكون مصار مصارهما مستقيم رح يكون هكذا مصار مستقيم بالنقطة لأ و B نجيل النقطة C النقطة C كيف يراها الملاحظ رح يراها النقطة C على مصارها منحن إذن النقطة C مصارها منحن لأنها تقع على إطار العجلة هذا بالنسبة لسؤال الثالث السؤال الرابع وش يطلب مني شوفوا معي السؤال الرابع إذن يقول أثناء حركة السيارة يترك السائق كرة تسقط من يده دون أن يقذفوها يعني ما يمجلهاش سرعة ابتدائية السؤال ألف حدد طبيعة حركة الكرة بالنسبة للسائق ثم بالنسبة للملاحظة إذن نشوف السؤال الرابع شوفوا معي نكتب السؤال الرابع إذن نكتب رابعا نكتب تحديد طبيعة طبيعة حركة الكرة وندير بالنسبة ألف بالنسبة للسائق للسائق وهنا نكتب بالنسبة للملاحظة ندير خط هكذا اكتب هنا بالنسبة للملاحظة نبدأ إذن كيف تبدو أو ما هي حركة الكرة بالنسبة للسائق شوفوا معي السائق كلما عندما يقذف كرة نمحي كل هذا شوفوا معي عندما يقذف السائق الكرة هنا هذا هو السائق عندما يقذف كرة يقذفها راح في كل مرة تسير السيارة في كل مرة راح يراها أنها راح يعني تنزل شقوليا على سطح الأرض إذن راح يكون ما صار تحها مستقيم ولكن سرعة تحها تتزايد إذن وبالتالي تخرج لطبيعة الحركة التع الكرة راح تكون نمثلها هكذا مثلا نمثل هذه الكرة راح تكون على ما صار مستقيم إذن أولا ندير المصار تاعي هكذا ما صار مستقيم ويكون شاقولي ثم ننصر الكرة تاعي المصار تاح وتكون المسافات هكذا هكذا هذا مثلا نديره هذا هو سطح الأرض إلى غاية أن تصل إلى الأرض وبالتالي نقول أن الحركة هنا في هذه الحالة كما يراها السائق راح تكون هذا هو الرصيف راح تكون طبيعة الحركة هي حركة مستقيمة ما صار مستقيم ومتسارعة لماذا متسارعة لأن السرعة تزداد المسافات شوفوا معي المسافات تزداد مسافة بين كل موضع وموضع تزداد وبالتالي السرعة تكون سرعة متزيدة أما بالنسبة للملاحظ عندما يراها الملاحظ هنا الملاحظ راح يراها كأنها نمحي هذا أما بالنسبة للملاحظ الملاحظ عندما يقذف السائق الكرة راح يراها هكذا راح يراها هكذا يعني نفس الكرة هنا نفس الحجم راح يراها ما صارها شكل منحني إذن نكتب هنا نرسم المصار رح يكون مثلاً القرة التاعي هكذا ثم هكذا في كل مرة الملاحظ الملاحظ التاعي رح يرى القرة التاعي رح يكون هذا مثلاً الرصيف رح يكون شكلها مصار أو مصارها مصار منحني هكذا إذن نقول هنا مصار مستقيم ونزيد له شاقولي دائماً نفس الملاحظات نفس الشيء إذا غيرنا السائق بطيار مثلاً إذا غيرناه بشيء آخر عندما يقضي في كرة بدون سرعة ابتدائية رح يكون نفس طبيعة الحركة أو نفس المصار هنا مصار منحني والسرعة تتزايد وبالتالي تخرج لطبيعة الحركة هنا تخرج لطبيعة الحركة هي حركة نقول منحنية ندير لمصارتها ومتسارعة أتمنى فقط أن يكون واضح لحد الآن إذن بقى لنا هذا السؤال ألف إذن نكتب هنا ألف با سؤال با واش تطلب مني السؤال الرابع با مثل المواضع المتتالية مثلناها كما يرها السائق والملاحظ ثم بعد ذلك جيب مثل القوة المطبقة على الكرة أثناء سقوطها واذكر خصائصها شوفوا معي هنا راح نأخذ السؤال با على هنا سؤال هذا هو سؤال با هاتبره هذا السؤال با تمثيل المصار ثم بعد ذلك هنا طبيعة الحركة نسميه ألف ونسميه ألف السؤال جيب وش يطلب مني تمثيل القوة المطبقة إذن لن أمثلكم القوة المطبقة على الكرة أثناء سقوطها بالنسبة للسائق وال extr للملاحظ شوفوا ما بالنسبة للسائق كنا مصارها مستقيم بالنسبة للملاحظ مصارها منحني لا يؤثر ذلك نعرف أن القوة المطبقة الوحيدة على الكرة أثناء سقوطها هي قوة جذب الأرض قوة إثقالها نرمز لها بP إذن الخصائص تحى أننا عند مركز الكرة مثلا نأخذ هذه الكرة راح أمثل هذه القوة راح يكون اتجاه تحى نحو الأسفل هكذا ثم بعد ذلك الرمز قلنا أنها P هكذا سهم ثم الموضوع تحى عند المركز الجهة نحو الأسفل الحامل يكون شاقولي أعلى الأرض ثم الشدة شدة تحى هي P تساوي M في J يعني الكتلة في الجاذبية إذن نكتب الخصائص تحى إذن المبدأ يكون الموضوع المعتبر أو المركز الكرة اللي هو مركز الكرة إذا ما نكتبش الموضوع المعتبر مباشرة بإما أنها إذن هنا عندنا كرة لها مركز إذن نقول المبدأ هو مركز في قل الكرة الكرة الحامل راح يكون شاقولي على الأرض ثم بعد ذلك الجهة نحو الأسفل أو نقول نحو مركز الأرض أو نقول نحو مركز الأرض ثم بعد ذلك الشدة شدتها ب هذا لما نكتبش سهل فوق ب يساوي الكتلة في ج لكنا ندلنا الكتلة نحسبوها ونضرب في الجاذبية اللي هي عشرة نيوتن على الجاذبية اللي هي نيوتن على كيلوغرام إذن هذه هي الخصائص نبقى لنا آخر سؤال وهو السؤال الخامس ماذا يقول السؤال الخامس نقرأه مع بعض يقول السؤال الخامس إذن فجأة شوفوا معي فجأة فرملا سائق بسبب ظهور إشارة المورو تدل على وجود خاطر عندما يفرمل هنا رح ينقس من السرعة هنا ماذا يحدث على وجود الخطر إذن ما زال سؤال شوفوا معي السؤال المطلوب إذن يقول السؤال هل المرجع المتعلق بالسائق عند الفرملا مرجعا عطاليا طبعا نقول لا إذن الجواب لا لماذا إذن لا يعتبر مرجعا عطاليا لماذا لأنه لا يحقق مبدأ العطالة لأنه لا يحقق مبدأ العطالة وهي تقول أنه لازم تكون حركة مستقيمة منطبمة فهو يتحرك عند الفرملا يتحرك بحركة مستقيمة متبطعة فهو يتحرك لأنه يبدأ ينقص من السرعة ينقص ينقص وبالتالي تكون حركته حركة مستقيمة متبطعة وبالتالي نكون عند نهاية هذا التمرين الرائع جدا نتمنى أنكم استفدتم من هذا التمرين تمنيتي لكم بالتوفيق لا تنسونا بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعوموا الفائدة إلى الملتقى إن شاء الله